لم تتوقف أثر الغزو الأمريكي للعراق على تدمير الدولة ومؤسساتها بل ساهم في تدمير روح إعادة بناء هذه المؤسسات عند الشعب العراقي إنها ثقافة الهزيمة التي حاول الغزاة إشاعتها في صفوف المجتمع العراقي ثقافة يضمن من خلالها الاحتلال إطالة أمده لعقود طويلة تبدأ من الآباء الذين عايشوا ظروف الغزو وتمتد إلى أبنائهم وذلك عبر استعمار العقول وتطويقها بشبح الاحتلال حتى يصل المجتمع إلى درجة اليأس من الخلاص والاستسلام للواقع الذي هندسه الاحتلال فما عدا حركات المقاومة التي قابلها الاحتلال بكل وحشية سادت بين أوساط المجتمع العراقي ثقافة الرضا بالأمر الواقع والتعايش مع حالة الفقر وترد الأوضاع الاقتصادية والخدمية وترك مصير الدولة بيد حكامه الجدد يعبثون به ويسيرونه بما يوافق أهواءهم ومطامعهم ومصالحهم الحزبية الضيقة ملامح الهزيمة النفسية السوداء ظهرت على شكل كساد شبابي استسلم لحالة البطالة والجهل والفقر واتخذ من ارتياد المقاهي طريقا للهروب من واقعه المر فوقع الكثير من الشباب ضحية للمخدرات وتحول إلى صيد ثمين لتجار الحروب عن طريق تجنيده في صفوف الميليشيات المسلحة التي تنفذ أجندات الأحزاب السياسية ومن ورائها مطامع الدول الخارجية وعلى رأسها إيران وأمريكا أخطر ما في الأمر هو تمكن الغزو الأمريكي من دق أسافين العداء بين فئات المجتمع العراقي وحرفه عن بوصلة مقاومة الاحتلال عبر خلق حروب داخلية بدعوى الانتصار للمظلومية الطائفية فيما تسير الدولة إلى مزيد من الانهيار موسيقى شكرا